مهمة للعبنا محمود عبد منعم كهربا مع نادي الزمالك الأهلي لم يتحدث في الأمر لأن الأهلي ليس طرفا لم يكن الأهلي طرفا معنيا في القضية التي اترفعت أمام المحكمة الدولية ومن قبل أمام الفيفا الخاصة بعلاقة كهربا السابقة مع الزمالك والعقد الذي كان بينهم والانتقال لنادي برتغالي قبل القدوم للنادي الآلي الزمالك وقتها أثناء رئاسة مرتضى منصور للنادي بزل محاولات كثيرة لدى الفيفا وأيضا لدى المحكمة الرياضية الدولية لمحاولة الزج بالأهلي وإدخاله الطرفا في القضية في الحالتين غرفة المنازعات في الفيفا وأيضا المحكمة الرياضية الدولية الاتنين لم يثبت لهم بأي شكل من الأشكال أن للأهلي علاقة بالموضوع وبالتالي لم يكن الأهلي طرفا في هذا النزاع النهاردة أنهيت تماما هذه القضية على خلفية دفع محمود عبد المنعم كهربا قيمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك طلع نادي الزمالك بيان رسمي قال أنه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيعلن عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ولاعب الأهل الحالي في حسابه الرسمي والتي تبلغ قيمتها 2.476.389 دولارا ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإزدال استدار حول القضية بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة لإختارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك من الأخبار المهمة جدا أستاذ إبراهيم